انا برضو يعني احنا بالنشط لجنة الحكام ان لازم يبقى فيه حكم على قد الحدث على قد حدث المباراة النادي المصري نادي كبير نادي الاهلي نادي كبير عايزين حكم على قد حدث المباراة على قد تحمل الضغوط في المباراة مش حكم بيخرج بقرارات عكسية مش حكم انت شفت ان افشا الجرح عامل ازاي وعندك فار وعندك ان انت رجل واخد عشرين مباراة الفار مبارح كأنه شاهد بجد انا كحكم انا كحكم روحت لأفشه وهو كده فطبيعي لقيت الجرح فطبيعي ان الراجل ده ضربه من غير فار ومن غير اي حاجة فطبيعي ان الراجل ده ااخد بوكس في عينه تمام يستويب عليه انا بشوفنا طرد انا بشوفنا طرد ونه هل مثلا الكورة اللي عوارته یع影 الكورة اللي عوارته وانه هو عوار نفسه فهي حالة غريبة وفي حالة تانية كمان كانت تستدعي طارد أعتقد عمر موسى لعب النادي المصري اعتداء أنا الكرة دي شفتها في الثلاثة أربع شهور الأخيرة هي الكرة دي بزرعة ردس على أنكر رجل الكرة دي شفتها في ثلاثة أربع شهور بمطولات مختلفة في أوروبا وفي البريمير ليج لا نمار رجلو اتكسر التالي الكرة دي طارد مباشر كل اللعبات اللي أنا شفتها اللي شبه اللعبة دي فكرة أنه لاعب بالستدز بستدز الجزمة يدوس على أنك اللاعب تاني أو يخش على لاعب تاني بالطريقة دي طارد مباشر وهنا لو الحكم ما شفهاش رغم أنه الحكم ظهر في الكادرة حضراتكم شايفين بصوا يبعد عن اللعبة قد إيه وما فيش أي حد يوقف طريقه يعني هو شايف اللعبة بشكل واضح تماما وحتى لو الحكم ما شفهاش رغم أنه هو طبعا شافها أكيد فهنا الفار لازم يستدعي الحكم ويقول له فيه اعتداء يستدعي كارتة أخرى طبعا الفار على طول بيبلغه في الإيربيس إن في حالة هنا لازم تجي تبص عليه حتى لو أنت عندك شك إن الحالة دي مثلا فيها لغط أنا الحكم بروح للفار بشوف هل أنت استحقك طارد أو لا ودي نفس الكرة اللي تصف فيها كريم فؤاد مش عايف كتف مبارات سراميكا أو حاجة اللي أخذنا فيها درب الجزاء لا كلمة صف في بيراميدز في بيراميدز دخل دخل في ركبته باللستارز لا هو اللي عملها كان رمضان صبحي مع علي معلول وقلنا في نفس الحالة دي وعلى فكرة يعني مش معظم كل الاستويات التحليلية أنا شفتها قالوا أن الحالة دي كانت تستوجب طارد لرمضان صبحي هنا كرارات دي بتأثر على سير مباراة يعني كرار طارد الشبه ده ممكن يأثر على سير مباراة النادي مصر يترد منه واحد فأنت يبقى لك الأفضلية كرازة بتاعة محمود جاد ضرب الجزاء أو طارد هتأثر على سير مباراة احنا بنتكلم هنا على أن التحكيم يعني لما فيه نقاط بالضيع من النادي الأهلي هو بيبقى فيه أسباب وأسباب واضحة احنا مش بنتكلم مثلا أن فيه ظلم تحكيمي أو حاجة لكن دي أسباب وكرارات مهم جدا ترجع لجنة الحكام عشان كده أقول أن مهم جدا أن فيه بعض الحكام لازم ما تبقاش موجودة في مباراة النادي الأهلي هنا احنا كل الحكام واحد بس لازم حكم على قد حدث المباراة على قد نزام أقول لك حاجة بمتاز صراحة أنا وأنا بتفرج على مطشط الأهلي أقول ما بعرف اسم الحكم لها حكم المباراة يعني في 90% مطشط الأهلي ببقى الآن هو متوتر من التحكيم يعني ما بقاش فيه عندنا القاعدة أنك تبقى متطمن للحكام اللي بيحكم المباراة لا دي بقيت الاستثناء والقاعدة أنه بقى ربنا يستر وأعتقد أنه ده لسان حل معظم جمهين نادي الأهلي وأقول لحضرك ولو قلت الجمهور لو عملت استفتاء رأيك أو استطلع رأي أو استفتاء بين الجمهور وقلت لهم تحبوا مطشط الأهلي يحكمها حكام أجانب ولا حكام مصريين 99% من عشر من جمهور الأهلي أقول لك لا حكام أجانب ما هو ده اللي كنت أكلم حضرك شي أن دايما وحاجة تحسب لمجلس دورة النادي الأهلي والمسؤولين على الكورة داخل النادي الأهلي أنه هو ما بيروحش أن أنا دايما عايز حكام أجانب لا عندنا ثقة في التحكيم المصري عندنا ثقة في لجنة الحكام المصرية لكن كده التوجه هيروح أن أنت لازم تطلب حكام أجانب أنت شخصيا عندك ثقة في التحكيم المصري يعني أنا هنا مش بتكلم بقى كأهلي يعني حاول تلعب دور المحايد وبص الوراء على المسابقة الدولة وتشوف حالة الصياح اللي حصلة من كل الأندية فيما يتعلق بمستوى التحكيم في مصر لا أنا كنت أتمنى أن أنت عندك ست سبع حكام نفس الليفل يعني نفس الليفل المستوى التحكيمي ده اللي أنا كنت أتمنى لكن أنت بتتكلم في مصر بدون ذكر أسماء حكمين أو تلاتة بالكتير قوي اللي هو تقدر تقول حكم على قد الحدث لو قلت لك قلت لات أسماء هيبقى سؤال صعب يا أبو حميد صعب هيبقى سؤال صعب بس أنا أقول لك من الحكام الجايدين جدا في مصر معدني طبعا درقم واحد يعني أنا درقم واحد الوحيد الحقيقي اللي بحس أن أنا قدام حكم أجنبي يعني درقم واحد ممكن تقدر تقول كابتن الحنفي يعني في في نفس الترتيب يعني ماشي نقرب شوية ونردي كابتن إبراهيم نور الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر